الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كلامنا بإذن الله سبحانه وتعالى حيكون في حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية النصرانية وعيد الكرسمس وبندخل في حكم هذه الأعياد بما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَ فَقَالَ مَا هَذَانِي الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دي الأعياد بتاعتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا الْأَضْحَى وَعِيدَ الْفِطْرِ الحديث دا يا أخوانا بِيَدُلْ عَلَى إِنُّ الْأَعْيَاتِ تَوْقِيفِيَّ زيّها وزيّ العبادات ودفيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الأعياد المبتدعة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى زي الأعياد المنتشرة اليوم عندنا في السودان كعيد رأس السنة وكعيد الكريسمس وكعيد الحب وكعيد الشجرة وكعيد الأم وكعيد الاستغلال وغير من الأعياد المبتدعة الدخيلة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم دي كلها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها والناس اللي بيحتفلوا بمثل هذه الأعياد تلقاهم جايبين لهم طورة كده وخاتلهم شبعة ومنتظرين الساعة حداشر وتسعة وخمسين تجي وتقلي بطناشر تلقاهم قاعدين وبعد ذاك بأي زول بهني أخوه التاني إتا بتهنهم علشنه وبيتبارك ليهم علشنه الناس اللي بيحتفلوا بالأعياد كلامك ده إتا بيترتب عليه مفاسد عظيمة جدا موش مفاسد بل كفريات من هذه الكفريات واحد الرضاء بما هم عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى النازل بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى عند ولد بيقولوا إن عيسى عليه السلام دولد الله كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في صورة التوبة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ربنا قال ذلك قولهم بأفواههم يظاهؤون أي يظاهرون ويشابهون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون النازل بيشتم وربنا سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني بن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فقوله لن يعيدني كما بدأني والكلام دا بيقوله الليلة الشيعيين والعلمانيين تمام الحديث قال وأما شتمه إيايا فقوله أن لي ولداء وده الكلام اللي بيقوله الليلة النصارى فالزول اللي بيجيبه الأكلات دي أو بيحتفل معاهم في الشوارع أو بيذهب إلى الساحات وإلى الحفلات عشاريكم في الأعيات دي إتا كأنك قلت ليهم مبروغ عليكم إنه عيسى دا ولد الله دا من الكفريات اللي بتحصل في اليوم دا اتنين يا أخواننا من المفاسد اللي بتكون في اليوم دا اليوم دا فوه هدم لمبدأ الولاء والبراء في الدين واحد يقول ليك الناس ديل أهل كتاب واحد تاني يقول ليك ديل ما عندهم نبي واحد تالتي يقول ليك ديل يا أخي ما حرية العقيدة والرابع يقول ليك حرية الأديان دا كله كلام باطل النصارة ديل كت كلهم كفار نصارة بتعين السودان نصارة بتعين مصر نصارة بتعين السعودية نصارة بتعين أمريكا كلهم كفار والزول المابي كفرهم دا هو عارف هو عارف ضلالهم دا دا بيكفر ذاته الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله قال في نواقد لا إله إلا الله قال والثالث من نواقد الإسلام قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم قال فقط كفر فالزول اللي بيمشي معاهم وبجالسهم وبياكل أكلاتهم دي دا بيهدي مبدأ الولاء والبراء في الدين وإنت الواجب عليك كمسلم تبغضم وتتقرب ليه الله بالبغض بتاعهم دا ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة الممتحنة عن إبراهيم عليه السلام ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لحد دبتين حتى تؤمنوا بالله وحده فالزولة اللي بمشي ليهم وبجالسهم وبخالطهم أبارك ليهم قلوا نعيد مبارك عليكم وكده دب يهدم في مبدأ الولاء والبراء في الدين ثلاثة من المفاسد المترتبة على الاحتفال بمثل هذه الأعياد إظهار المعاصي والفجور وممارسة الفاحشة كالزنة الأيام دي من أكثر الأيام اللي بيكثر فيها الزنة والنتيجة بتحت الأيام دي دي بتطلع بعد تزع شهور في دار المايقومة مما يجي يوم واحد شهر تسعة الفين واحد وعشرين هناك دار المايقومة بالسجل طوالي الموالد بتاعنا اللقطة ده كان أمه أصلا كان أمه كان أمه خافت من ربنا سبحانه وتعالى بتوديه هناك دار المايقومة لكن في وحدات ما بيخافا من ربنا سبحانه وتعالى تشيلوا وتخطوا في الحر لحد ما يموت من الحر واحدة تانية تشيلوا تخطوا بالليل في الصقط لحد ما يموت من الصقط واحد تالت تشيلوا تخطوا لحد ما يموت بالجوع والعطش ده غير البيشيل والكلاب توديوا محل توديوا وغير البيموت وما عارفين السبب بتاع الوفاء بتاعته شنو دي أخواننا من المفاسد اللي بتترتب ها على الاحتفال بمثل هذه الأعياد بعدين المسلمين يسألوا نفسهم سؤال نحن جانينا شنو من الاحتفالات الزيدي عيد الحب وعيد الكيريسمس وعيد الاستقلال وما تعرف عيد راس السنة نحن يستفيدنا شنو بل انه في ناس من بعض الشباب ربنا يهدينا ويهديهم الواحد ممكن يساهر في الايام دي لحد الصباح في شارع النيل وما تعرف في الساحة الخضراء الواحد تلقى وقاطع له وتذكرة بخمسمية ولا بستمية في الساحة الخضراء عشان يحضر له جلسة له فنان ويمشوا هناك نادي الضباط يحضروا له جلسة مع الفنان الفلاني ويدفعوا ده يا اخواننا من الكلام الباطل وده البرجع الأمة لورا ما بودا قدام الحاجات تزايدي في ناس بيفتكروا انه ده التقدم وده التحضر وده التمدن وده من الحرية ده يا اخواننا من الرجعية ذات التقليد الأعمى للغرب ونحن يا اخواننا بنختم بوضوعنا ده بوصية الوصية دي هي موجهة لأصحاب المحلات بتحت الحلويات ديل بيبيعوا الطورطة وبيعوا الحاجات دي والناس عارفين الحلوانيات اللي بتبيعها الحاجات الناس ديل حرام عليك التتعين بالأكلات حرام ما بجوز الدليل شنو الدليل ربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومعصية الرسول ده من التعاون على الاثم والعدوان يا اخي انت لما انت جيب لهم الأكلات دي وتجهز لهم في محلاتك دي بيجي بشيلوها كأن كدت قدت لهم مبروغ عليكم الموضوع ده وغير كده بل ان الليام دي كمان الاقبال على الاكلات دي من المسلمين بيكون اكتر ذاته من اليهود ومن النصارى اللي بيحتفلوا بالأعياد ذاته فنصيحة لهم للناس ديل حرام عليكم تبيعوا للناس ديل الحاجات ازاي دي بيع الباصطة وبيع الحليب وبيع المخبوزات التانية دي ودي خليها ما تبيع خليها ليا ربنا سبحانه وتعالى والله ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويديك اكتر من الحاجات ذاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هذا وصل الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد والسلام عليكم وانتر الله